في تصريحات ليك انت قلتها حنتناقش فيها اوكي اوكي قلت في برنامج سنة 2013 انا بحب البنت اللي بتقص شعرها على جحصون يبقى انت اللي خليت شنين تقص شعرها على جحصون الله هلأ انت قلت كده ولا ما قلت انا مش فاكر مجد يكون قلت وانا فعلا بحب شعرها جحصون لأ انت قلت سنة 2013 في برنامج سولة بس مش هنالي خليت شنين تقص شعرها جوزتك وقصت شعرها لأ والله أبدا كنت أحب شعرها جدا وزيلت ان هي قصت شعرها خطفة يعني لأ هي شنين ملولة ومتغيرة شنين ممكن تسحي الصفحة لها حتى تصير كده ترجعي بالليت هي من اتجاع تصير كده هي ملولة وانا زيها فأنا مقدرش أقول لحد مثلا لأ خلي شعرها طوية عشان أبيحبه طوية أو لأ قصيه عشان أبيحبه قصير أنا بشوف ان الشكل دي حاجة بري برايفت برضو حاجة لازم تبقي انت اللي راضي عنها فهي لما تقرر انها تقص شعرها أكيد قصيه أنا أنا عن كحسام لأ أنا كنت أحب شعر طوية عليها أكثر بس برضو الشعر القصير على الشن أنا أول ما هي أول ما تلقى شرين تلقى بشعرها القصير فمش مستغربوا عليها براكس حاسوا اتفت شكلها لايق عليه قوي الشعر القصير وهي كمان شرين أجي يعني الشن جريئة يعني ميني بعنده شعر لحد دينا وفجأة يقول لنا هقص شعري كده أوتو في بلو هي جريئة وأنا ما حبش أضيع فيها الحاجات اللي هي الحلوة اللي في شخصيتها اللي هي مخليها فنانة قوي كده اللي مخليها فنانة قوي كده جزء منه هي جرقتها دي الجنون طبعا الفن جنون طبعا قلت والله العظيم اللي لحن ده بتاعي وما سرقتش من حد يا لحن عمر مصطفى بتاعي انت معاي بصي هو الحلفان صح وهو صح نونية دي أنا أول مرة بحاول الكلام ده نونية دي كانت نص لحنة نص لحنة برضو ولونية لحنة وإحنا من فرح نغنيها وغنيت فينه تأمير وشفيقة وهينزلوا الفيلم خلاص نزل السينمات وفجأة أوتو في بلو عمر بصطفى قرر أنا عايز أغني لونية دي فليه عمر الحكاية الرواية مش عارف إيه بتاعي خانينا مع بعض فطول أنا ما عنديش وقت أرجع وهنزلها وحط إسم بسه عليها انت أمت عايز تعميره أنا ده شجر ناس دخلت استوديوهات وعمرت حاجات وهنا كان لحنة وهنا كان لحني وهي فعلا مكان نص uhется وهو شجر يعني ان ذلوقتي تقول لحنة س Chelحنة ولحنة كتنينقل يعني انت دلوقتي بتقول لا نص لحنة طبعا طبعا اه طبعا مش معنا أنى اختلافنا مره وإحنا عيار صغيرين وإنه لا وهترفي الحق فضيلة برضه الأزمة دي أثرت عليك كملحن لا لا أنا عمري ما كنت ملحن ملحن لا أنا عمري ما كنت ملحن وأنا عمري شايف عمري مصطفى ملحن رقم واحد في مكانه يعني من الملحنين رقم واحد لشان ما زعلش حد من الصف الأول كملحنين هو ملحن أنا مش ملحن أنا بعملها هواية لكن هو دي شغلته عمري يقدر يقعد يقول لك أنا هطلع اللحن دلوقتي أنا معرفش أعمل كده فمع عمري ما شفت أنها غيرة أو أن أنا مثلا كان ملحن وهو ملحن لا الموقف كان ببعازي البساطة زي ما بحكي يقولك وكبرت القصة لكن لأنا عمري جلت في عمري ولا عمره جلت فيها ولا عمرين عدينا حدودنا مع بعض أه الخناية كانت باية للنس كبيرة لكن هي ما كانتش ببيرة وكان بيكلم أمي ودلوقتي تصالحته أه طبعا من زمان قوي تصالحنا وكان بيكلم في وسط مهم الخاني معايا كان بيكلم أمي أمي بيتكلمه ويقعد لحاكها في التفون لحاكه وأنا وهو رفيني أربعة قضايا